ينضم معنا مباشرة مشاهدين الكرام وكيل وزارة النفطة لشؤون التصفية دكتور حامد الزوبعي دكتور حامد حياك الله لنبك معنا عبر شاشة دجلة بداية السوداري افتتح مشروعا للبنزين المحسن بطاقة 11 ألف برميل يوميا ما قد يوفر 350 مليون دولار سؤالي هو ما أهمية مثل هذه المشاريع للحد من الاستيراد مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام بالتأكيد المشروع الأزمرة الذي تم افتتاحه هذا اليوم هو من المشاريع المهمة التي تضيف كميات من انتاج البنزين لسد الحاجة الاستهلاكية والوصول إلى جزء من الحاجة الاستهلاكية وهذه هو جزء من مشاريع التصفية التي تم متابعتها وصولا إلى سد الحاجة الاستهلاكية وفق القطة المعدة للمصافي بشكل عام طبعا هناك سلسلة مشاريع وأهميتها هي أن نصل إلى سد الحاجة الاستهلاكية للمنتجات النفطية بالتدريج كنا نستورد زيت الغاز الآن خلال هذا العام تم إيقاف الاستيراد وبدأنا بعملية تصدير زيت الغاز وكذلك الكيروسين للنفط الأبيض كنا أيضا نستورده في العام الماضي الآن بدأنا بعملية تصدير الفائض منه إضافة إلى وقود الطائرات والكبريت كلها منتجات تنتج في المصافي المتبقي لدينا كميات قليلة من البنزين إن شاء الله للمشاريع القادمة التي تدخل الخدمة إن شاء الله يتم إيقاف استيراد البنزين عندما نصل إلى سد الحاجة الاستهلاكية من وقود البنزين هناك مشاريع كثيرة في قطاع التصفية مشاريع كثيرة في قطاع التصفية سيتم إن شاء الله العمل جاري فيها ستدخل الخدمة إن شاء الله في العام القادم ومنتصف العام القادم أيضا ولدينا أيضا وحدات في مصافي الشمال إن شاء الله خلال هذا الشهر أيضا تدخل الخدمة ستضيف كميات من البنزين عالي الأوكتين يعني حدود 3000 متر مكعب أي 3 ملايين لتر إن شاء الله بالتدريج خلال هذا العام نصل إلى سد الحاجة الاستهلاكية من مادة البنزين وإيقاف استيراده نعم دكتور حامد دعني أرحب بك من جديد يعني الملاحظ أن حكومة السيد السوداني تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع النفط واستثمار الغاز كيف يمكن الوصول إلى الاكتفاء يعني من ناحية التصفية يعني الهدر وكذلك الاحتراق يعني بالتأكيد يعني بالنسبة للغاز والمنتجات النفطية وإيقاف عملية هدر الغاز وهدر هذه الطاقة المهمة من خلال عملية استثمار الغاز وكذلك انتاج منتجات نفطية وإيقاف عملية استيرادها محورين محور المصافي ومحور الغاز في مجال الغاز يعني دولة الرئيس أولى اهتمام كبير لعملية استثمار الغاز لأهميتها من ناحيتين الجانب الاقتصادي والطاقة المهدورة اللي ممكن استخدامها في محطات الكهرباء اللي احنا بحاجة إلى انتاج طاقة كهربائية المشاريع لاستثمار الغاز جميعها تحت التنفيذ المشروع الذي تم افتتاحها هذا اليوم هو 300 مليون قدم مكعب قياسي يضاف إلى الشبكة لانتاج الطاقة الكهربائية وإن شاء الله المشاريع ضمن المخطط إلها وصولا إلى استثمار جميع الغاز المنتج كون الغاز غاز العراق هو غاز مصاحب لانتاج النفط فبما أنه أكو انتاج نفط فالغاز لحين إكمال مشاريع استثماره تم حرقه وإن شاء الله المشاريع هي تجري وفق المخطط إلها إن شاء الله بحدود عام 2027 آخر مشروع سنصل إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط دكتور حامد هل شاملكم أي إجراء جديد يخص التصفية وما الذي يعنيه التشغيل لوحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 طن في الساعة نعم في قطاع المصافي مشاريع كثيرة نوعيتين من المشاريع مشاريع رفع جودة المنتجات ومشاريع رفع الطاقات الإنتاجية بالنسبة إلى اللي تكلمت عنه مشروع المراجل البخارية هي مشاريع لتوفير الطاقة وتوفير البخار اللازم للوحدات التي يتم إدخالها في العمل قبل فترة قليلة تم إدخال واستكمال الوحدة الرابعة في مصافي الجنوب اللي طاقتها 70 ألف برميل هاي أضافت كميات كبيرة من المنتجات إنتاج الزيت الغاز إنتاج النفط الأبيض إنتاج النفط أيضا التي تدخل في إنتاج البنزين أضافت كميات كبيرة التوسع بعملية الإنتاج بحاجة إلى وحدات طاقة اللي تنتج البخار الذي يعمل ضمن هذه الوحدات إضافة إلى ذلك لدينا وحدات مثل الـ FCC هو لرفع جودة المنتجات ورفع الطاقات الإنتاجية يعني وحدة الـ FCC اللي طاقتها 55 ألف برميل في اليوم ستنتج كميات من البنزين مقدارها 4900 متر مكعب أي 4.900.000 متر مكعب إن شاء الله نسبة الإنجاز وصلت 80% فيها تدخل العمل إن شاء الله منتصف العام المقبل وستضيف كميات إضافية من البنزين وزيت الغاز إضافة إلى ذلك هناك مشاريع كثيرة في المصافي لرفع الطاقات الإنتاجية 70 ألف برميل في ميسان و70 ألف برميل في الناصرية إضافة إلى حديثة أيضاً 70 ألف برميل إضافة إلى حقل أو القيارة مصفى القيارة أيضاً إضافة 70 ألف برميل مشاريع المصافي كثيرة إن شاء الله سنصل إلى الهدف الذي وجهه فيه دولة رئيس وزراء أن نصل إلى طاقات في المصافي تساوي 40% كحد أدنى لإنتاج النفط الموجود أو إنتاج النفط العراق نعم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الدكتور حمد الزوبعي شكراً جزيلاً لإنضمامي كمانا ترجمة نانسي قنقر